سكان عدة قرى بمنطقة شمال شرقي ناجيريا يحاربون إلى جانب القوات الحكومية ضد جماعة أهل السنة للدعوة والجهات المعروفة ببوكو حرام معدات بسيطة وأسلحة كانت تستخدم للصيد هي كل ما يملك علي للمشاركة في هذه الحرب نعم لقد حصلنا على تدريب من الحكومة فهم يخشون من أن يهجم علينا الأعداء كما خضع بعض الأفراد للتدريبات للذهاب إلى مدينة موبي ويتم فحص الأشخاص أيضا للتأكد منهم سيطر مسلح جماعة أهل السنة للدعوة والجهات على عدة قورا داخل ولاية أدامواء وهو ما جعل حكومة الولاية تحث السكان على المشاركة في الحرب ضد الجماعة وتواجه الحكومة الناجرية تحديا آخر يتمثل في شكوى العسكريين من عدم اهتمام الحكومة وإهمال القوات الأمنية ونقص تكيزها يوكودا خدم في الجمارك بولاية برنو يقول إنه ما زال يعاني من إصابته في الهجوم الذي شنه عليهم جماعة أهل السنة للدعوة والجهات المعروفة ببوكو حرام أحيل يوكودا الآن إلى التقاعد ويقول إنه لم يلقى من الحكومة العناية الطبية اللازمة ولم يحصل على حقوقه المالية لم تدفع لي حقوق المالية المتعلقة بالتقاعد حتى الآن وأطفال لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة ولا أحد يعرف هل نحصل على تعامل أم لا ثلاث ولايات في شمال شرقي ناجريا أسست بها الحكومة جماعات مدنية لمساعدتها في محاربة الجماعات المسلحة وتشارك كل قطاعات الجيش في هذه الحرب التي بدأت منذ نحو خمس سنوات لا يقتصر الصراع هنا بين الحكومة وجماعة أهل السنة للدعوة والجهاد فحسب فللحكومة ميليشياتها المنتشرة في كل القرى بالمنطقة وتهاجم الجماعة أيضا هذه القرى كرد على انضمام سكانها وعملهم إلى جانب القوات الحكومية فضل عبد الرزاق، الجزيرة، جنبيتو، شمال شر نعم لقد حصلنا على تدريب من الحكومة فهم يخشون من أن يهجم علينا الأعداء كما خضع بعض الأفراد للتدريبات للذهاب إلى مدينة موبي ويتم فحص الأشخاص أيضا للتأكد منهم سيطر مسلح جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد على عدة قورا داخل ولاية أدامواء وهو ما جعل حكومة الولاية تحث السكان على المشاركة في الحرب ضد الجماعة وتواجه الحكومة النجرية تحديا آخر يتمثل في شكوى العسكريين من عدم اهتمام الحكومة وإهمال القوات الأمنية ونقص تجيزها يوكودا خدم في الجمارك بولاية برنو يقول إنه ما زال يعاني من إصابته في الهجوم الذي شنه عليهم جماعة أهل السنة للدعوة والجهات المعروفة ببوكو حرام أحيل يوكودا الآن إلى التقاعد ويقول إنه لم يلقى من الحكومة العناية الطبية اللازمة ولم يحصل على حقوقه المالية لم تدفع لي حقوق المالية المتعلقة بالتقاعد حتى الآن وأطفال لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة ولا أحد يعرف هل نحصل على طعام أم لا ثلاث ولايات في شمال شرقي ناجيريا أسست بها الحكومة جماعات مدنية لمساعدتها في محاربة الجماعات المسلحة وتشارك كل قطاعات الجيش في هذه الحرب التي بدأت منذ نحو خمس سنوات لا يقتصر الصراع